سيطرة اماراتية ام احتلال يذهب اليمنيون الى وصف التواجد الاماراتي في سقطرة بالاحتلال رغم تفضيل الحكومة لوصفه بالسيطرة غير المبررة فاستقبال اهالي ارخبيلة سقطرة للحكومة وقيام الحكومة بوضع حجر الاساس لبعض المشاريع اثار حفيظة الامارات التي قامت بانزال عسكري في الجزيرة وهو امر بدى مفاجئا للحكومة وفق بيانها الذي اتهمت فيه الامارات بالسيطرة العسكرية على منافذ المطار وترضي موظفيه ثم السيطرة على الميناء تطورات جعلت الحكومة تخرج عن صمتها فما يحدث في سقطرة حسب بيان الحكومة ما هو الا نتيجة لعدم حسم الخلاف بين الشرعية والامارات مؤكدة ان تصرفات الامارات تتجاوز السيادة الوطنية لليمن تسر الحكومة على البقاء في سقطرة حتى خروج القوات الاماراتية منها وابلغت الحكومة الوفد السعودي بان التحركات الاماراتية اخلت باهداف التحالف العربي الذي اتى لمواجهة ميليشيا الحوثي مشيرة الى ان تدهور العلاقة بين الشرعية والتحالف امر لم يعد خاثيا على احد عاد الوفد السعودي كما اتى وسمرت الامارات في ارسال قوات جديدة مما جعل التصعيد العسكري الاماراتي بنظر مراقبين خطوة احتلالية مكشوفة فلا توجد اوراق عسكرية تغطي تدخلات ابو ظبي كما في عدن والساحل الغربي بينما اتهم ناشطون يمنيون بان الامارات تحاول في اليمن تعويض خسائرها في جبوت والصومال لا تواجه الامارات رفضا رسميا فقط لتواجدها في سقطرة بل رفضا شعبيا حيث تظاهرت نساء المحافظة ضد القوات الاماراتية وهو الرفض الذي يتنامى بسرعة في كل المناطق المحررة وهو امر قد يجعل الامارات رسميا وشعبيا مستقبلا بمثابة دولة محتلة